حط القهوة على الملح الوصفة اختي اللي غتضمر لك سواد و تجعلوك يتفتفت زي الرماد غترجع قشطة بيضة زي الفل ما شاء الله الوصفة اللي غتشيل معاك جميع المشاكل اللي في البشرة ديالجسم ديالك زي السحر و غتخلي السواد يتفتفت قدام عينيكي و ما غاديش ان شاء الله تبقاي تستخدم الفندوتا ولا المكياج بيضة زي التلج كذلك النساء اللي عندهم ترهولات والتجاعد والكماش سوف نصابه واحد مولاتي الوصفة كتحمق بالملحة اللي موجودة في كل دار و قرعة القهوة ولا غير ساشية القهوة بدرهم لغلع لمسكين كل شي يخطي انو ديجرب هاد الوصفة والحضرة تخطيع الملغيبات فكما قلنا هاد الوصفة هادي هادي تبقي على البشرة ديالك غتشوفي البيض زي التلج ما شاء الله كذلك النساء اللي عندهم ترهولات والتجاعد والكماش سواء نفسين ثلاثين او خمسين او سستين فاختي هاد الوصفة كتجبد و تشد لك البشرة الوجيه ديالك و تزول الخطوط العنيضة و غاتخلي البشرة ديالك زي البدر مينور منذ اول استخدام فبنسبة للمكوناتها سهلين مهلين وما قادرها بساط وموجودين في كل دار قبل ما نمروا المكونات ما تساونا شغزاتي من لايكات ديالكم الفيديو الباقتاش ديالكم تشتركوا في القناة و تفعلوا زيال الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد و بسم الله على بركتي الله اول حاجة اللي نحتاجها هي القهوة وهنا هيا البنات عندي القهوة سريعة الدوبان عندي هيا ناس كافي ممكن طبعي الحل تاخدي اي ماركة مش بشرة هاد الماركة ممكن قاعد تاخدي غركيس ديال القهوة بدرهم وتخدمي بيه بالنسبة البنات الثاني مكوين عندنا هيا الملحة والملحة العادية ديال الطبخ كتاخدي منها واحد المعلقة بالنسبة الملحة رهما الدوم وعقمة ومطهيرة اللي الجسم كتزول التهابات كتزول الحبوب كتقشر البشرة و كتتسخدم في منتوجات و في مقشيرات اللي كيكون تمن ديالهم غالي فاختي احنا هيا غنصوبو هادشي غير فضع و بابسط الاشياء فهدو هما المكوينين الاساسيين ديبال البنات هندوزو المكونات التانوية اللي غنحتاجهم ان شاء الله في الوصفة هادي نحتاجهم ان شاء الله اللاسل هنية لبنات لعندي العسل العادي لا عندكم العسل الحرن طبية الحل ممكن تخدموا به عندكم العسل العادي تهوى مزيان بحل بحل بجوده مزياني اللي عندها شي حاجة تخدم بيها غادي نحتاجو ان شاء الله الحليب بودر اول الحليب غبرة هنا يكي نيضو غادي نحتاجوا ميهات ديال الورد عندي هنا ها بنوعية ديال مكونه معروفة صراحة مزيانه ممكن تعودوها بالماء ديال الزهر بحل بحال نفس النتيجة ونفس الفعاليس بارك الله كذلك البنات سوف يحتاجون كمية للناشا لأنه كما قلنا التفتيح منذ أول استيح الأخدام وسوف تبني إن شاء الله في سنة العشرينات ومهما كان عندك السواد ولا الزروقية سواء في المناطق الحساسة خصوصا المتزوجة أو المخطوبة تحت الإبطين وبين الفخدين في المناطق كاملين يكون سواد و سميرة يكون بزفت المشاكل فإن شاء الله سوف نحيد هذه المشاكل كاملة وسوف نبيضهم ونوحدوا اللون ونزولوا البقاع يعني نرجعوا البشرة بيضاء زي يستحر منذ أول مرة وبدون اختيال وجوء اللازير والبوتوكس والفيلر باش تزياني ولا حتى الفوند التالي ماكين غير فهذا الفترة جلخ باش تبني زوين إن شاء الله طبيعيا طبيعية الحال المهم الحبيبتي يقولنا غنحتاجوا القهوة الملحة العسل الحليب بودر والماء الورد وكمية ديال الناشا وما يعرف بالمايزين على بركتي الله غنناخدوا هنا كيمية القهوة هنا يدي معلقة ممكن تخذي كتر ممكن تخذي قل وكمية صارحة تتبقى اختيارية لحسب كل وحدة وكمية لبعد غادي نحتاجوا الملحة على كيب وغادي نحتاجوا ميهاد جلورد كيب نحاولو ندوبو هديك غسل البنات الملحة الدوب ما تبقاش مكورة غسل الدوب تماماً ينتو ما حبي بيتي كدوب ديك المليحة مع هديك القهوة حلقة من بعد ما ندوبوه سنضيفو دابة كميات النشا إلا ما عندكم شاء البنات النشا منيس بلع البركة تدير تمنيات دراهم وإلا ما عندكم ش ممكن نتعوضوها بالروز بحال البنات يعني بارك الله نفس النتيجة لكي يعطيها الروز كي تعطيها النشا يعني واحد المكون اللي مبيت بارك الله منذ أول مرة نحن ناخد المعلقة الأولى ثانية وناخد نزيد واحد شي شوية جيل هكا ينشا ونحاول نخلط كل شي مزين يعني هاد المقاد يخصون ميت جنسو شوية جنسو كنتم محبيبات يشوفوا صبرك الله يكون عاقد وخاتر نضيف كيمياء الحليب نضيف الحليب نضيف كيمياء الحليب اشتو القاوم دي المصفى نضيف كمية العسل نضيف كمية العسل المقدار اختياري الكيميا نضيف كمية العسل يطلب بيض يطلب العسل يجب أن تخدم بها و يزوين نضيف كميات الوصفة 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 عاقدة و خاطرة هذه هي الوصفة حبيباتي بالملحة والقهوة بعدما تصبح ناضجة و جاهزة نطبقها على البشرة الوجهة العنق و اليدين تحت الابطين خصوصا لك السميرار بين الفخدين الكوعين المرفيقين اي منطقة دعونا نرى 30 دقائق ساعة كاملة حتى نرى مزيان مزيان عاد من بعد نغسلوها كما تردت في المقاطع الفيديو غير تغسلوها يمشي السميرار سافي تلاحظو البياد و ممكن ترطبوه بأي كريم أو مرد هذه الوصفة تقريبا نديرها 3 مرات في سيمانا ولكن البنات اللي عندهم سميرار كثير و مقبلات على زاواج و لعدهم نسبة معيانة كما نقول النتيجة في أقرب الأوقات فمن الأحسن ديرها يوميا ما بين 3 يام تلسبعية من بعد ما تحصل على النتيجة المبهرة اللي بغيتي فحبسها لأنه الاسميرار و الكحولية لبنات درجات كلي عندها درجة قليلة فممكن نتيجة تبقى في النهار في يومين في 3 يام كلي ممكن تبقى الدوم عليها تلسبعية عاد تبقى النتيجة مزيان يعني عاد يكون بياض تم منطقة ما بقى فيها نقاطك حلين و لا زروقية و لا هاد شي اللي كان ديرها لبنات عن هذه الطريقة دياني هاد شي اللي كان البنات بنسبة للقصفة الأولى اللي هي هاد ما ان شاء الله عليها يالبنات تفتيحوا في الطبيعة دابا غدي ندوز معكم المقشيرات لأنه بزفت اللي يقولوا لي شاركي معانا قوماج طبيعي ما بغيناش مقاو كل مرة و ساعنا مشو نجيبوه واحد المقشير ولا واحد القوماج بواحد الأسمينة لأسف خيالي مية درهم و مية درهم واحد العلبة فيها مية قرام يعني تقريبا ندوز لك واحد واحد جوش تلمرة و سوف تقلق ذلك فحنا نصوبوا مقشير طبيعي رائع خصوصا للمساء اللي عندهم البشراء الناشفة الجافة الحساسة لما كتوت معهم لا شي حاجات كي يدروا شي حاجات لجسم يبدأ يحمر و ينطفي الحبوب و يدح المقشير سوف معكم مقشير بنسبة للمقادر سنحتاجوا فيه ان شاء الله كيميات القهوة وكيميات الملحة نحتاج لبنات العسل هذا الشيء الذي نحتاجه في الوصفة مقادر أبسط من هذه المقادر القهوة الملحة والعسل ممكن تخلطي بزيت البلدية ولكن انا نفضل العسل لأن تكون الوصفة معلكة أكثر بسم الله ناخد القهوة في الفيديو هات المقبلة سوف نقوم بالنيلة الزرقاب العكر الفاسي بطين كمية جل الملحة جل الملحة ممكن تقليها على حسينها كمية جل الملحة نحن نخلطهم يعني النواشي في تخلطهم مع بعضياتهم بهذه الطريقة و نجمعهم بهذا الشيء بشوية ديال الحسل كمية جل الملحة لأنه ممكن مثلا تبغيها شوية عقدة ممكن تبغيها شوية سائلة على حسن و مناء كان نخلط أو لنجمع حتى نحصل على ذاك القاوم اللي بغيت نزيد واحد شوية كمية جل الملحة اظن هاتف مقشر كي يجي معلك رائع واقتصادي غير لي ما بغرش تحييض عليها العقز وتجرب الوصفة ديال اليوم هانتما اللي بتشوفو التعليقه كيف جديرة ماشتو؟ بحلقة كي يكون معلك و حتى هذو كل حبيبت القهوة تدريجياً يبدوا يدوبوا هذا هو المقشر بالملحة والقهوة والعسل سهل المتتبعات يساولوني هذه هي الوصفة شاركها مع صديقتك حاول النسبة تجيب الفيديو باش لمعلومات وصل للجامل في حال الوصفات الاقتصاديين يريدون كل شيء الصراحة الصغيرة والكبيرة المراهقة بها القهوة وكأنها تجيب المناهرة على قد الحال في أغطية مقشر في أي وقت تجيب زوج مرات في السمانة تجيبه مرات في السمانة تجيب شراء كذلك يجب البشرة منورة وعطيها ترطيب وعطيها تبييض تجيب البشرة الأولى هل تفتيح و تبييض فمالأحسن تديريها يوميا شوفوا تهي كيفاش ديرها معالك ما شاء الله اللهم بارك البنات بجوجهم كي حمقوا وبجوجهم بالقهوة والملحاكة مكوينين أساسيين يعني لا الوصفة اللولة ولا الوصفة الثانية اللي هي غير مقوماج يعني غير مقشير هذه البنات را كتزول خلايا الميتة القوشور جل دجاجة وجل الإوزة والوسختة هو البنات ما كتخليش يعني عوض ما تديري الكيس ولا تبدي تحكي فأخودي هات تبريمة ديامعك الحمام تخليه سخون ولا غير الدوش في الدار ديالك دهني بها لكوغ ديالك كامل فركيه زولي منه أختي ديالك الحبوب هذا الشعر لك يكون خفيف في الجسم ومن بعد أختيغ سليه ودوزي لهذا الوصفة الثانية اللي بغيتي تبيدي بها ولا تفتحي بها المناطق الأنتوية شوفوا البنات كيفاش ديرها ما شاء الله اللهم بارك بالعسال يعني بالنشاء اللي معروف اللي تفتحوا التبياد كانوا في حالة الوصفة اللي بناتكي تباعوا والله القسام بأتمينة لي لأسف باهظة يعني كتلقي واحد الكرام كدير 150 درم ل 200 درم ديال 100 جرام يعني الدرجة مرتها هو تقعدة فاحنا الحمد لله كنصوب معكم منتوجة زوينين عن تجريبة لكي الأمان دائما وكي الاقتصاد فانتمنى انتمنى حبيبتي أهم حاجة هو تجربوا الوصفة وما تنسوناش حبيبتي من لايكات ديالكم لا فيديو باش مكترتم لايكات ديالكم باش ملا فيديوك يزيد ينتشر ويوصل عند مو عدم هكذا يا البنات اشتركوا في القناة باش يبقى يوصلكم دائما الجديد وخليوا لنا شو الوصفات ان شاء الله اللي تبغيه واش للشعر واش للوجه واش للجسم واش لإزالة شعر الزائد حنا جميع الوصفات على البنات أنا بدوري كنطبق تبارك الله بزف ديالوصفات في النهار كنشوف إنا يليعطاتني النتيجة باش نجي نشاركها معكم في القناة دائما كل أمان ودائما كل أشياء الاقتصادية خطي على قدر الميزانية ديالنا ويجيب ديالنا خصوصا في هاد الوقت هادي اللي ولا فيها كل شي غالي وكل شي تعاني الحمد لله ولكن دائما كن الباديل فهاد شي اللي كن حبيباتي بنسبة لهاد الوصفة ممكن تديره يوميا ما بين 3 يم 3 سبعيا وهاد الوصفة هادي ديال القوماج والتقشير كندير هاته هي البنات يوميا مبغيتيش ممكن تديريها 4 يام 5 يام في السمانة لأنه فيها العسل فما كتحسيش يعني بالجسم ديالك كينشف ولا كيتقشر بزاف لا كيتقشر في الحدود ديالوها البنات السرد دياله هو العسل وممكن تخدميها بالعسل العادي مشي بالشرط العسل الحر ده بغن طبق معاكم الوصفة غدي نبدأ بالقوماج عاد من بعد مشي معاكم الوصفة الاخرى شوف أختي هانتي لأنه قدروا وريما نوريكم النتيجة والتعليكة ديال التبريمة شوفي شوفوا واحد تبريمة كاتحمق را ملي قلت لكم كاتحمق را كاتحمق لبنات شوفوا ما شاء الله ده بندوز معاكم الوصفة اللي تهيك كتهبل كريمية عاقدة وخاترة فكنتبقوها بهالطريقة هادي وكتخليها تنشوف 30 دقيقة ومن بعد كتكبيع ليها الماء وكتغسليها كما صورت لكم في المقاطع هادي اختي هو المقشر شوفيه كيف يجدين وهادي اختي هي الوصفة اللي كتفتح في الحين فبصحة والراحة ما تنسو نشال بنسبة لايكات ديالكم تلقى معكم في فيديوهات مقابلة بسلام عليكم